بص يا سيدي ارصد القلق والتوتر مع الكويت عشان تدرك حجم ما قد يأتي عشان ما تقولش زبعة ما قلقش حاجة بقولك كل حاجة اوه. في تلاتين تسعة الفين وتمنتاشر زار محمد بن سلمان الكويت الزيارة السيئة اللي معتبرها زيارة كارستية. في عشرة عشرة طلع التصريح كلام مرزوق الغانم تركيا ليست جمهورية موز وقلت لك انا الدلالات بتاعته. لما قلت لك انه ايه بيتكلم يعني ايه ما تلعبوش معك تركيا واقتصادة والكلام دوت وده غلط وكلام يعني بيقول للجارة كزا. في عشرة عشرة اول امبالح وقعت تركيا والكويت اتفاقية عسكرية. ماشي كده يا سيزا انوش ماشي? ماشي. في احداشر عشرة تلقت تغريدة خالد بن سعود اللي انا اعطى لكم شوية. اللي بيتكلم عكويت بيقول ايه? اه اللي لزعمكم عصفة حزب كأنه بيوزع من جيب ضباهم مما. الوقت يعني الخوة العسكرية مفروضة انا راح يشوف اليمن في ايه. طب ايه يزهر. النهاردة وكيل وده دي التغريدة المشؤومة اللي هتجلب على قال سعود الناكد لسه لسه الناكد جاي. تصريح وكيل وزارة الخارجية الكويتية النهاردة. قال ايه بقى الراجل الطيب ده? قال كلام مهمة قوي 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 قوي. قال لك كلام في السيادة بقى. قال لك كلام في السيادة. انو يا جماعة الخير. ايوة. الجرال لا يكشف خلينا نشوف اقول لك المفيد اللي هو قاله. شوف يا سيدي. مضيفا في هذا الصدد. لأ قبل قبل هذا الصدد. بيقول انه حرص البلدين على قاتلتهم الموتيدة ده كلام اهم جدا ان زيارة محمد بن سلمان بعد اللي تمت من اتناشر يوم. طلع النهاردة يقول ايه? انها مهمة. وانه احنا طب بطبيعة الحال بنتواصل لآآ الامور. وعندما تكون القيادتين لما سؤلوا على موضوع قطر بس على اللول الشاشة هنا شوية كبرون المادة لانه فيه جزء انا ما شايفه ايوة. اه. نتطلع الى. تم التأكيد على رؤينا لحسم الخضايا المتعلقة. بما يحقق مصالحنا العليا المشروعة. ونتطلع ان نتمكن مع الاشقاء في المملكة. على طي صفحة هذا الاختلاف الذي امتد لسنوات عديدة. بما يحقق المصالح العليا لبلدينا. عرفت بقى? قعب اتناشر يوم يا عين عشان طلع ايه? تصريح. طلع ابدا التصريح. ممكن يكون بعد الاتفاقية ممكن في الظرف السيء ده? خلي بالك. انه هذا التصريح بيطلق اقولك انه لازم نحصل من الخلافات. على عكس كلام محمد بن سمهان اللي قال البلومبرد ان المسألة بعد خمسين سنة وهم مستعجلين واحنا ايه? يعني يستنى شوية للحدود. قالهم لأ. وقال كلام تاني في موقع تاني. قالتهم ما اسألك السيادة وسيادة الناس على حدود بلده. كمان عنصر مهمة. طلع مبانح. عبدالله بن زايد عمل تغريدة. عبشو شفتوها اللي ده. او ممكن نورها لكم. ازا حبيته. وطلع بتاع البحرين وقالك انها تقف مع السعودية. طيب يا سيدي ايه? عبدالله بن زايد نقف مع المملكة العربية السعودية دوما لانها وقفة مع الشرط والعز والاستقرار والامل. وطلع يا جدع السيوف وخلينا نربز. ايش? علاقة المملكة يا عمي? قول. قتل صحفي. انت واقف مع السعودية ايوة كده وخلاص. حتى لو قتلت الناس. تبقى راجل بلتاج انت كمان. لانك قتلت ناس. واقوقك. محمد بن زايد قتل اخواته. لم تصرح الكويت حتى الان. في موضوع خشوجي. لا قالت احنا مع السعودية ولا ضد السعودية ولا حاجة. لانها دولة تحترب ذات. ولا اعتقد انه حد هيصرح في هذا الكلام. يطلع حد بقى ايه? زي احمد الجرالة بتاع السياسة. انا ما عافش يفك الخط رئيسة الجانب التالي سياسة. انا يا راجل ما عافش يفك الخط فعلا يعني. وانتاجي حلاجي يعني. وقال لك السعودية وما السعودية وجمال خشوجي اه في قطر. يقول لها تنجمال خشوجي في قطر. عارف كده? الحمد لله. يا رب يكون في قطر ويطلع ونشوف انا. نقول لا. نفسينا حتى يكون في امريكا. بس يطلع الله يرحمه. حيا وميتا. يبقى عندك اللوحة تاني. فيها ستة عناصر. هل هناك تأزيم حاد او ازمة الحادة في الالاقات نعم? هل سيضطر محمد بن سلمان? ومن اجل الخروج من مأزاقه في جمال خشوجي الى فعل عسكري اخر يتعلق بالخطر او بويت? وهل العلاقة ما بين تركيا والكويت العسكرية? اصبحت علاقة سنائية وهناك علاقة سنائية مع قطر. هل هذا سيزيد من تنمرد وتمرد محمد بن سلمان? ام انه الفصل الاخير في وجود محمد بن سلمان في السلطة قد كتب? او بقاءه في السلطة رهينة بالابتزاز قد كتب? هو نفسه.